قصبت طائرة حربية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي موقعا بشمال بلدة بيتلاهية بقطاع غزة بدعوة اختراق بعض الشباب للسياج الحدودي شرق القطاع وقد أعلنت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية بدون طيار هاجمت نقطة رصد تابع لحماس أحدثت أضرار بالغة دون وقوع إصابات بشرية وأصلاح المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن الاستيدافة جاء ردا على إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة من هذه النقطة